السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وطلاب اليوم هذا الفيديو رح يكون عن أسرار لمقاومة النعاس أثناء الدراسة فيديو كل شو هاي طلبتو من يمي فيالله نبدأ بالفيديو أول شي لازم تتحركون هو شون يعني يعني موضة القاعدة على نفس الوضعية قاعدة واحدة حاول دائما تغير الوضعية اللي انت قاعد عليها ثاني شغلة خلي المكان بيضوي يعني انت من تقعد بمكان ده تدرس بي لا تقعد بمكان أظلم مرح تقعد بمكان أظلم هالشي رح يخليك تناعس وبالتالي رح تشوف نفسك انت مدى تركز وتريد تنام فاقعد بمكان بيلايت يعني بيضوي خليلك أظوية ورتب مكانك ثالث شغلة اقعد قاعدة عدلة يعني مو انت والله متمدد وقاعد تقرأ يعني ها وين لاقيا طبعا مرح تتمدد انت شدو جسمك انت متعود بانت تمدد تناعس فاكيد رح تناعس وتنام فاقعدوا قاعدة عدلة قاعدوا على ميز او قاعدوا مثلا حتى لو بقاع بس قاعدة مو انتو تناعسون بسببها يعني لا تدرس على السرير ماتك او الفراش ماتك لان هذا الشي رح يخليك تناعس لان احنا عقلنا اوتوماتيكيا من يجي نقود على الفراش احنا متعودين ننام عليه فمباشرة انت عقلك بدلا ما رح يدرس رح يركز بينه ويخليك تريد اتنام فابتعد عن الفراش ماتك او مكان اللي تنام بي ابتعد عنه لان اروح بمكان ثاني ادرس بي خلي هذا المكان مخصص للدراسة بهم نفس الشي بالنسبة للمكان لنظل بنفس المكان وقته هو يعني مثلا انت تقعد بهذا المكان تدرس وورا فترة شوية غير قومة من الميز روح اقعد بورفة ثانية او مكان ثاني يعني او حتى لو هو المكان نفسه روح شوية هيت بصفة اقعد ليش حتى يعني عقلك لان مل من هذا المكان فمن رح يمل رح يبدي هيت يشعر بالملل وكذاك ش رح يسوي رح تبدي اتتناعس لان دائما احنا مثلا من ننضج من شيء او نريد نهرب من شيء ان نعسو الروح لنام ما صحيح؟ شغلة كل الشي مهمة هو انه لازم تبقى هيدريتد يعني لازم تشربه هواي مي لان من انت ما يعني عندك لاك بالمي انت ما مشارب مي هواية يعني هذا الشي رح يخليك تحس بالنعاس لان دائما احنا مثلا من ننجوع او نعطش عقلنا رح يعول هذا الشيء يعني انه راح ننام لان احنا شنال احتياجات مالتنا كبشر الاكل وشربونهم فمن واحدة من الحاجات يعني تنقص اكيد رح نعوض بالحاجة الثانية شايفين احنا له السبب ورمضان النام وهواي لان احنا يعني نقص عندنا بالمي والاكل فاذا رح نعوض بالنوم حتى جسمنا يرتاح ويصر عندنا طاقة كافية حتى نمشي باليوم فحاولوا انه تاكلون اكل زيان وحاولوا ان يكون صحي يعني مو كلش موزين يعني مو كله دهون وامور موزينة يعني انتو دا تحاولون تركزون دا تحاولون تصر عندكم طاقة لان الاكل يطينا طاقة حتى نقدر انه ندرس حتى نقدر انه نسهول فعالية الحيوال اللي نسويها باليوم العادي يعني فحاولوا ان يكون الاكل صحي مو شرط كله صحي على الاقل اكل لكم فاتشي يعني يذكر فاتشي ينشط مثلا يعني اكلوا زبيب اكلوا فواقع اكلوا اشياء انه تساعد انه تدرس احسن هذا الشي اذا ممكن تسوي او اذا ممكن تقدر انت تعوضها بنفسك يأما تدرس وحدك يعني ويطلع فيديوهات بالانترنت اكو study with me تبحث بالانترنت study with me هذا الكتاب تلكميها هاي اخذوها وكتبوها اكو تطلع لكم كومة فيديوهات بحطة بثوث مباشرة هاي هنا تخلو شخص داي يدرسوا ياكم اكو شخص يدرس ياكم اكو شخص يدرس ياكم يتحسون راح تنجبرون ودرسون ودرسون فعلا هما يسوون study sessions يعني هايش يا امال دراسة مثلا خمسين دقيقة تدرس خمس دقيقة تستراح ويسوي لك واهس يعني او اذا ما عندك هيدش تقدر تدرسوا يا اصدقائك اذا تقدر انه تروح لبيوت اصدقائك او مثلا عبر الانترنت تدرسون سوى عادي بس يعني انا صراحة انه الدراسة والاصدقاء مو كلش اشجع عليها لان داما نصر تسخيت بها يعني ظلوا نسولفون انتوا مضحكون وكذا فاشجع انه واحد يدرس واحدة او اذا تقدر انه توفر هاي study with me تبحث بالانترنت وتتابعوا ياهم وتدرس هذا الشي ممكن يحفز بس مو كلها يفيدها يعني اكو ناسا مني يلزم اليوتيوب قعد يسخت بي فمو كلها يفيدها انت اذا تشوف نفسك انت تقدر تسيطر عن نفسك انه ما تسخت باليوتيوب وتدرسوا ياهم اذا نسويها بس اذا ما تسيطر لابعد اليوتيوب وادرس وحدك اخر نقطة واللي هي كلش مهمة يعني هي احرفين اهم نقطة هو انه تدرس دراسة فعالة هسا طالب يقول شون ادرس دراسة فعالة اذا تردوني اسوي لكم فيديو شون ادرس دراسة فعالة كتبولي بالتعليقات هذا الفيديو طبعا كلش مهمية ديش مرة همين قريت مقال عن هالشي انه الدراسة الفعالة وشون تخلي الطالب يعني شون كلش تختلف عن الدراسة العادية اللي احنا ندرسها وتخلينا نركز وما ننسى فكتبولي بالتعليقات إذا تريدون أسهلكم هذا الفيديو وبس شكرا على المتابعة مع السلام